كده نكون خلصنا أخبارنا داخل بودان نادي الأهلا نروح لأخبارنا المحلي هنروح لمنتخب اليد منتخب اليد الحقيقة بالفرق الجماعية اللي شاركت أو كلها طبعا الشرف أنها تشارك في أولمبياد توكيو المنتخب عنده جدول وأجندة متزاحمة جدا لغاية بطولة توكيو 2020 خلينا معاكم أقولها لكم واحدة واحدة اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون التحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين أعلنت برنامج إعداد منتخبنا الوطني من دلوقتي لغاية أولمبياد توكيو اللي جاية بإذن الله البرنامج زي ما قلت لكم مش داحم جدا وقوي جدا عشان يفيد لعبتنا وإداره يظهره بمظهر جاية دي ممكن احنا ما تعدناش بالإعداد الجاية ده قبل كأس العالم أو قبل بطولة العالم زي ما حضركم عارفين المنتخب دلوقتي في الغرداء بمعسكر ودي طبعا صور من المعسكر وهيكمل لغاية نهاية الشهر اللي احنا فيه في الغرداء هيرجع يعمل معسكر يوم 5 يونيو هنا في القاهرة وهينضم اللعيب المحترفين يوم وهينضموا طبعا في المعسكر دا وهيفضل المعسكر دا من 5 ليوم 27 من شهر 6 هيبقى فترة طويلة من 5 ل27 يعني تقريبا ثلاث أسابيع أو ثلاث أسابيع ويوم المنتخب هتعسكر هنا في مصر وهينضم لي اللعيب المحترفين هكون خلاص كل الدولات الأوروبية خلصت واللعيبة ترجع وبعد كده منتخبنا هسافر لأسبانيا عشان يعمل ايه في أسبانيا عشان يلعب دورة دولية هناك طبعا عبليها يكون فيه معسكر مثلا فترة صغيرة وبعد كده البطولة الدولية دي هناك وهيكون فيها طبعا دورية هناك مع منتخب كرواتيا يوم 28 ومنتخب أسبانيا يوم 29 هلعب مطشين كرواتيا 28 و 26 و أسبانيا يوم 29 و 26 مطشين جمدين مطشين مفيدين جدا جدا وكيد المنتخب يروح بيومين 3 فيكون اعداد جيد وبعدين المنتخب هسافر بقى على أسبانيا من أسبانيا لفرنسا عشان يعمل معسكر تدريبي ويلعب مطش ودي مع منتخب فرنسا يعمل اول معسكر تدريبي زي ما قلت لحضراتكم بقى كده يلعب مع منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 5-7 ويكمل المعسكر هناك لغات يوم 8-7 وبعدها يطلع على ألمانيا عشان يلعب دورة دولية هناك تاني دورة دولية هناك هلعب مين هلعب البرازيل يوم 10 وألمانيا يوم 11 وبعد كده يرجع على القاهرة يدخل في معسكر لحد الأولمبيات خليني بس أعلق على حاجات معينة كده يعني مهمة جدا يعني لو تاخدوا حضراتكم بالكم انه هو الجهاز الفني فضل المنتخب يبقى نهيته هنا في مصر يطلع من هنا على أولمبيات توكيو فواضح انه بعد المطشاط والإعداد ده من من أسبانيا لألمانيا من أسبانيا لفرنسا لألمانيا كل المطشاط انتوا شايفينها دي طبعا بيفضل انه يبقى موجود طب من مجموعتنا هناك السويد الدنمارك البرتغالي اليامان البحرين مجموعة فيها تلت مطشاط قوية جدا 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 منتخبنا طبعا عنده طموحات كبيرة ان ياخد مدينة الأولمبيا واحنا كمان طمعانين معهم ان ياخدوا مدينة الأولمبيا ويبقى فريق جماعي يقدر ياخد مدينة الأولمبيا كل الدعم الفريق كرة ألياد نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اخبارنا المحلية ولكن بعد الفاصل